أكثر عن الاتفاق السعودي الإيراني الذي تصدر الصحف التي انقسمت بشأن دور الصين في الشرق الأوسط إضافة إلى ما كشفته صحيفة والسريت جورنل عن موافقة طهران على وقف تسليح جماعة الحوثيين وفقا للاتفاق ينضم إلينا صحفي فترزيون العربي السيد عبدالله سعافين أهلا بك معنا سيد عبدالله صباح الخير ماذا صباح الخير لسأل المشاهدين صباح الخير سيد عبدالله بداية كيف تقرأ توقيت هذا الاتفاق المفاجئ إذا صح التعبير بالنسبة لهذه الاتفاق حدث الساعة اتفاق بين دولتين نفطيتين في المنطقة اتفاق بين زعيمة العالم الشيعي إيران ودولة بارزة في العالم السني السعودية اتفاق بين دولتين من أهم الدول المنتجة للنفط وبرعاية أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم الصين هذا الاتفاق أحدث زلزالا سياسيا ما زلنا ننتظر بهور آثاره على المنطقة برمتها يعني البعض اعتبر أنه لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية هدفه الخاص ولكن هناك هدف مشترك وهو الرد على الولايات المتحدة ما رأيك بذلك؟ ليس بالضرورة الرد على الولايات المتحدة الأمير توركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق قال أنه الاتفاق برعاية صينية لا يعني الابتعاد عن الولايات المتحدة العلاقة مع الولايات المتحدة علاقة استراتيجية ومستمرة منذ ثمانين عاما أو أكثر ولكن السعودية قررت فيما يبدو أن نتيجة تطور الأحداث التي شاهدناها صراع مع إيران في السنوات السابقة وضرب المنشآت النفطية السعودية توقعت المملكة العربية السعودية ردا أمريكيا على هذا هذا لم يحدث أيضا الطلب الأمريكي المستمر من السعودية بخفض بزيادة النفط لكي تستفيد وتجني الولايات المتحدة الأرباح والفوائد الاقتصادية من وراء ذلك رفض السعودية إذن توتر العلاقة السعودية أو نوع من التنشن في العلاقة السعودية الأمريكية جعل السعودية تبحث عن تنويع شبكة تحالفاتها في العالم وعدم اقتصارها على الولايات المتحدة الأمريكية يعني الواشنطن بوست اعتبرت أن في الأمر تعزيز لمكانة الصين في المنطقة هل توافق هذا لي؟ بالتأكيد بالتأكيد الاتفاق الذي يتم برعاية صينية هو دليل على تزايد النفوذ الصيني في المنطقة الفينانشل تايمز انفردت في الواقع بالتأكيد على أهمية وجود الصين كراعي نحن تعودنا في المنطقة أن الولايات المتحدة هي التي ترعى الاتفاقيات الولايات المتحدة هي التي ترعى المحادثات الولايات المتحدة حتى على مستوى الأحداث التي تدور في الفلسطين في المقاومة الفلسطينية عندما يحدث مؤتمر في العقبة أو في شرم الشيخ يتم برعاية أمريكية تعودنا أن كل شيء في المنطقة برعاية أمريكية لكن برعاية صينية هذا أمر جديد هذا يدل على تزايد النفوذ الصيني في المنطقة وهو النجاح للصين وصفته الفانانشال تايمز على سبيل المثال بأنه اتفاق بارد لكنه يقدم الصين في المنطقة وفي العالم كصانعة سلامة نعم طيب والسريت جورنال اليوم تحدثت عن موافقة طهران على وقف تسليح الحوثيين إذا صح الأمر برأيك يعني إلى أي مدى قد تلتزم فعلا إيران بهذا الأمر شوف مدى الاتفاق تم وراء أبواب مغلقة حتى إسرائيل كان عندها عمى استخبال نعم بخصوص هذا الاتفاق ما نعرفه عن الاتفاق هو ما أعلم تبادل الصفارات أو إعادة فتح الصفارات ونوع من تطبيع العلاقات التدريجي بين البلدين هذا ما أعلم لكن ما لم يعلن في اعتقادي هو الأهم نعم ما لم يعلن هو الملفات العالقة الكثيرة بين الدولتين وعلى رأسها الصراع في اليمن دعم إيران للحوثيين عرفنا أن إيران على حسب الولد ستريت جورنال توقفت عن أو وافقت على عدم تزويد الحوثيين بالسلاح لكن ما لم نعرفه وما لم تذكره الولد ستريت جورنال هو ماذا أخذت إيران في مقابل هذه الخطوة الإيرانية ماذا أخذت السعودية عفوا في المقابل هذه الخطوة الإيرانية هذه الأحداث ما زالت تتكشف شيء الصحيفة اعتبرت أيضا أنه ربما نحن نقترب أكثر من صفقة يمنية على خلفية هذه الاتفاقية هل توافق على ذلك؟ أعتقد أنه ليس صفقة يمنية فحسب ولكن تسويت ملفات كثيرة في المنطقة على رأسها النقطة الساخنة في اليمن ثانيا في لبنان في سوريا في العراق في كل المنطقة في المطقة برمتها نعم طيب تحدث سيد عبد الله عن إسرائيل وأن ما حدث كان مفاجأة لها يعني بعض الصحف وافقت على هذا الموضوع واعتبرت أن ما حصل كان مفاجأة كبيرة لنتنياهو الذي كان يأمل بعزل إيران من خلال التطبيع مع السعودية وأن جميع أحلامه وأماله دمرت اليوم هل توافق؟ هو جاء نتنياهو إلى رئاسة الوزراء في الكيان بدعاية مركزة على أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية قابق وسيني أو أدنى أصبح وشيكا أو أصبح في حكم المنتهي وسوق نفسه على أساس أنه هو الذي يقود ترسيخ جذور وأقدام إسرائيل في المنطقة من خلال هذا التطبيع مع المملكة العربية السعودية الصحافة الإسرائيلية عكست هذه المفاجأة الكبرى أنه اليوم المملكة العربية السعودية ليست كعكة سهلة التناول المملكة العربية السعودية الآن تطبع مع إيران بمعنى أن الحلف الذي أوشكت إسرائيل على بنائه قد انفرط عقده ولم تعد إسرائيل متمكنة من هذا الحلف الذي بنته في مواجهة إيران إقليميا ودوليا لأن المملكة العربية السعودية كما قال أيضا الأمير ترك الفيصل في مقابلة مع فرنس 24 أن شروط المملكة العربية السعودية للتطبيع مع إسرائيل هي إيجاد دولة فلسطينية وعودة اللاجئين وعاصمتها القدس بالشكل سريع سيد عبد الله هل توافق على أننا نحن الآن أمام تحالفات والحظات مفصلية في المنطقة بالتأكيد شكرا جزيلا لك سيد عبد الله سعافين الصحفي في التلفزيون العربي شكرا لك على هذه المشاركة